روح لفقراتنا العالمية سريا عشان كما تنجمال لغندور هيكون معانا بالزبط بعد عشر دقيقة من دلوقتي في الدولة الانجليزي تشيلسي مازال في الصدارة وفوز كبير على ليستر سيتي 3-0 اتفرقت على الماتش ده تشيلسي قطع ليستر سيتي يكسب 7-8 مستريح رودريجر اللي جاب الجول الاول كانتي الجول التاني وبولي سيتش الجول التالت وكده تشيلسي في الصدارة بتسعة وعشرين نقطة فوز تشيلسي على ليستر سيتي 3-0 مانشستر يونيتد خسر امبرح من واتفورد 4-1 والنهاردة مانشستر يونيتد اعلن اقالت سولتشاير مدير الفاني سولتشاير او سولتشاير مدير الفاني النرويجي للمان يونيتد لسه بقى في بعض المرشحين هقولكو عليهم يعني فيه بوكتينيو او بوكتينيو المدرب الارجنتيني اللي كان مسك قبل كده توتن هام ومسك باريس سان جرمان ده مرشح فيه برضو ايريك تنهاغ اللي هو المدرب ايكس برضو مرشح لتدريب المان يونيتد فحنشوف المان يونيتد هيتعاقد مع مين خلال الفترة القادم المان يونيتد خسر اربعة واحد من واتفورد مباراة طبعا ليفاربول والارسنال كانت قوية جدا وكانت من جانب واحد لصالح ليفاربول فوس كبير جدا جدا ليفاربول على الارسنال 4-0 محمد صلاح احرز الهدف التالت ساديو ماني هدف جوتا هدف ومحمد صلاح الهدف التالت واللعب الياباني مين امينو الهدف الرابع ليفاربول بيروح للمركز التالت بخمسة وعشرين نقطة خسارة كبيرة للارسنال محمد النيني نزل في نهاية المباراة ولكن خسارة كبيرة للارسنال خلت الارسنال في المركز الخامس بعشرين نقطة محمد صلاح بيحتل قائمة هدفين الدوري الانجليزي صدرت هدفين الدوري الانجليزي ب11 هدف وحاجة رائعة جدا محمد صلاح احرز الهدف التالت وبعد المباراة محمد صلاح والنيني يعني غيروا تيشرتات مع بعض منشستر سيتي كمان فاز على ايفرتون 3-0 رحيم ستيرلين ورودري وبرناردو سيلفا لتلت اهداف منشستر سيتي في المركز التاني بـ 26 نقطة وبيطارد طبعا المتصدر تشيلسي يعني منافسة سلسية أنا شايفها السنة دي بابيلي المان سيتي والمتصدر حتى الان تشيلسي وليفر بول توتن هام كمان فاز على ليدز يونيتد 2-1 ده في الدوري الانجليزي ويعني برضو توتن هام في المركز السابع بـ 19 نقطة هنروح بقى للدوري الاسباني وأول ظهور لتشافي مدير الفني الجديد لبرشلونة برشلونة بيفوز على اسبانيول ده ديربي خلي بالكم برشلونة واسبانيول ديربي مدينة برشلونة فوز 1-0 عن طريق منفس دي باي وكده برشلونة بيرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس وطبعا بداية كويسة لتشافي أنه هو يكسب أول ماتش مع برشلونة بعد النتائج الكارثية اللي كانت بيعملها برشلونة خلال الفترة اللي فاتت شكل كده تشافي يعني هيعمل شغل كويس مع برشلونة وبيحاول يزبط الفريق بعد الفترة الصعبة اللي عاشها نادي برشلونة الفترة اللي فاتت ريال مدريد كمان فوز سهل على غير ناطا 4-1 إسينسيو ماركو إسينسيو الهدف الأول وناتشو الهدف الثاني وفينيسي الجونيور الهدف الثالث وميندي الهدف الرابع وكده ريال مدريد 30 نقطة وده الانتصار الثالث على التوالي بالنسبة لريال مدريد في الدوري الأسباني أتلتكو مدريد كمان فاز على أساسونا 1-0 بهدف فيليبي في الديئة 87 وأتلتكو مدريد في المركز الرابع بـ 26 نقطة نروح للدوري الألماني طبعا يعني ديجو سيميوني عمل شغل برضو كويس جدا مع أتلتكو مدريد وأتلتكو مدريد هو حامل اللقب السنة اللي فاد في الدوري الأسباني نروح للدوري الألماني بروسيا دورتموند فوز على شتوتجارد 2-1 وبروسيا دورتموند في المركز الثاني في الدوري الألماني فريق نقطة واحدة عن باير ميونيخ المتصدر بروسيا دورتموند عنده 27 نقطة وباير ميونيخ عنده 28 نقطة نروح للدور الإيطالي اليوفينتوس وفوز على لاتسيو 2-0 ورغم فوز اليوفينتوس لكن لسه اليوفينتوس بعيد في المركز السابع بـ 21 نقطة والأحرز الهدفين بتوع اليوفينتوس بونوتشي هو الأحرز الهدفين لليوفينتوس الميلان بيخسر أمام فيورنتينا 4-3 وكده الميلان في المركز الثاني بـ 32 نقطة وكمان نابولي المتصدر خسر من انتر ميلان 3-2 جات مباراة جمدة جدا هاجان أوجلو وبريزيتش ولو ترى مارتينيز هم الأحرزوا 3 أهداف لفريق الانتر رغم أن نابولي تقدم عن طريق زلينيسكي في الديئة 17 ولكن الانتر بيفوز على نابولي 3-2 انتر ميلان بـ 28 نقطة في المركز الثالث ونابولي لسه في الصدارة بـ 32 نقطة ودي أول هزيمة لنابولي السنادي في الدور الإيطالي وخسارة كانت أمام انتر ميلان نروح للدور الفرنسي بسرعة باريس سان جرمان الـ PSG بيفوز على نانت 3-1 وإنبابي الهدف الأول وأبيال هو لاعب نانت أحرز هدف في مرماء الهدف الثاني وليونيل ميسي الهدف الثالث لصالح الـ PSG وكده باريس سان جرمان في المركز الأول بـ 37 نقطة وده الهدف الأول ليونيل ميسي في الدور الفرنسي السنادي مع باريس سان جرمان نروح للدور التركي بمشاركة مصطفى محمد جالة صراي بيخسر أمام فانر بخشة 2-1 لصالح فانر بخشة على جالة صراي محمد مصطفى محمد كان احتياطي ونزل في الديئة 83 جالة صراي السنادي بعيد في المركز الثامن ده طبعا مسعود أزيل لعب فانر بخشة وفانر بخشة في المركز الخامس بـ 23 نقطة وجالة صراي في المركز الثامن بـ 21 نقطة في الدور التركي برضو في الدور التركي أحمد ياسر ريان نجمينة بيسجل هدف لصالح فرقته الطاي أزمير ولكن خسره 3-1 من ديمير سبور في الدور التركي لكن أحمد ياسر هو اللي سجل هدف فرقته الوحيد وأحمد ياسر طبعا من المهاجمين المميزين جدا وموجود إن شاء الله مع منتخب مصر في كاس العرب الفترة القادمة برضو خبر سريع كده عن أحمد حمدي نجمينة ولاعب مونتريال الكندي أحمد حمدي كان لعب الأهلي وبعدين انتقل للجونة وبعدين انتقل بيع نهائي لنادي مونتريال الكندي كسب بطولة كأس البطولة الكندية مع مونتريال وكسب 1-0 وحيلعب السنة الجاية في دوري أبطال كونكاكاف اللي هي أمريكا الشمالية إن شاء الله أحمد حمدي عمل يعني موسم رائع مع نادي مونتريال الكندي